بيبدأ المسلسل في حي فقير في اسطنبول وبيظهر شاب على حصان أبيض اسمه فرحان وهو بيصحي كل أهل الحي علشان ولادهم يروحوا على المدرسة وبيظهر انه محبوب جدا من أهل الحي وبتخرج بنت اسمها عزراء وبتسلم على فرحان وبتصبح عليه بعدها بيجبع فرحان كل أهل الحي وبيقول لهم انه صديقه لاستك هيوصل كل الأطفال بالعربية بتاعته كل يوم علشان محدش منهم يغيب عن مدرسته وبيفرحوا كلهم بالخبر ده وعشان كده بتقدم أمهات الحي الفرحان ساعة هدية علشان يردونه المعروف اللي بيعملوا معيهم وهو بتاجب الساعة فرحان جدا وبيشكرهم على هديتهم وفي نفس الوقت بتظهر بنته هي وقفة في شباك قدتها وبنعرف ان اسمها مجدى وان فرحان معجب بيها وعشان هو ما بيفهمش في لغة الإشارة بيطلب من صديقه المقرب بيلي انه يشرح له كلامها وبنعرف ان بيلي أصام علشان كده بيتعامل مع اللي قدامه من حركة الشفاية وبيطلعوا على السطوح وبيمسك بيلي المنزار وبيقول لهم كلام مجدى وبنعرف انها بتقولوا ان والدها أخذ منها التليفون وهي مش هتعرف تبعط له تاني وانها جديدة في الحي ومتعرفش أي حاجة عنه وفاجأة بتقفل الشباك وده بعد ما امراد بابها ندهت عليها وبنعرف ان اسمها بريهان وبتفتح مجدى الباب وبتقول لها انها ما سمعتش بسبب صوت المزيكة كان عالي فبتقول لها بريهان ان الفطار جاهز ووالدها منتظرها فبتنزل مجدى وتفتر مع والدها وبنعرف انه اسمه ضياء وكمان أخوها من الاب بتاني اللي بيظهر عليه انه متضايق منها ومن وجودها وبيتكلم ضياء مع مجدى وبيقول لها تخرج مع بريهان علشان تشم هوى وتتفرج على البلد وكمان تشتري شبكة أخوها تاني علشان خطبته وبنعرف ان مجدى مامتها توفت قريب وكيتعيش مع أخوها إردال وسابت بلدها وجات قعدت مع والدها في اسطنبول لكن ضياء بيتضايق منها وبيسيب الأكل لكن مش بيلاقيها بترد عليه وفي اللحظة دي بيوصل شاب اسمه صالح ومعاه ابن عمه متان اللي بيطلبه يتكلمه مع فرحان فبيحكي متان انه عنده عشرين سنة وخلص تعليمه في السنوية العامة وكان عايز يكمل تعليمه زي صالح وبنعرف انه شغال مع ضياء اللي بيمنع الشباب انه هما يدرسوا علشان يشتغلوا معاه في توزيع المخدرات فبيوافق فرحان انه يساعده بس فجأة بيسمعه صوت خنقة في الشارع وبينزل وبيلاقي اردال اخو مجدة بيتخنق مع واحد اسمه نظيف من اهل الحي فبتنزل مجدة وبتدفع عن اخوها اما فرحان فبيقدر انه يفض الاشتباك وبيعرف ان ضياء هو السبب فبيقرر يروح له ويتكلم معاه وبيوصل فرحان على الفندق اللي بيملكه ضياء وبيدخل وبيتكلم معاه وده بساب انه بيخرج سكان الحي من بيوتهم من غير حتى ما يديهم فلوس يشتروا بيوت تانية وبيهددوا انه لو ما بعدش عنهم هيبلغ عنه عن تجارته للمخدرات وبيسيبوا وبيمشي فبيتصل ضياء على مديره سينا وبيبلغوا انه اشترى بيوت كتير من اهل الحي بس رفضين يخلوها وانه فرحان موقف اهل الحي ضده وانه الافضل يوقفوا الاجراءات شوية فبيتضيق سينا وبيقولوا انه قال من زمان يقتل فرحان قبل ما يكبر زي ما حرق ابوه امه وبيعرفوا انه فرحان محبوب من اهل الحي وعشان كده لازم يتصل بالمحامي اسعد ويفهم منه اللي هيتعمل وفعلا بيوصل ضياء على مكتب اسعد وبيحكي له انه تكلم مع سينا في حكاية اخلاق البيوت ولازم يحلها بسرعة فبيتكلم اسعد انه مالوش دخل بالحكايات دي وانه كل اللي علي انه هيجيب فرقة علشان تخلي البيوت وبيتكلم مع ضياءه باسلوب بحش جدا لدرجة انه بيتدايق من كلامه وبيعرفوا انه مش شغال عنده عشان يكلموا بالطريقة دي وبيسيبوا وبيمشي وبعد ما بيمشي بيتصل اسعد على واحد اسمه سلامي وبيطلب منه يجهز فرقة بكرة وبعد لحظات بتوصل ايبك على الشركة وبنعرف ان سينا يبقى عمها وبتدخل وبتسلم عليه وبيعتذر لها انه متأخر ولازم يروح على المنجم وبياخدها معاه عشان توصله وبيحكي لها انه كلم والدتها وانها متضايقة جدا لانها على الرغم انها شريكة في الشركة الا انها مصممة تشتغل في مكتب محاماة فبتحكي له انها بتشتغل في مكتب المحاماة اللي تبع الشركة وانها مدرستش في امريكا حقوق علشان ما تشتغلش بيها وبتكمل كلامها مع سينا انه عوضها عن والدها بعد ما توفق وبتودعه وبتمشي وبنرجع لمجدة اللي بتبقى في السوق مع مرات ابوها بريهان اللي بتحكي لها ان اخوها اردال عصبي جدا فبترد مجدة انه ما شافش والده وطول الوقت تربى مع والدته بس فجأة بدت سرق شنطة بريهان وبتفضل تجري ورا الحرامي وكمان مجدة معيها اللي بيظهر قدامها فرحان وبيعرفها لنشانطة معيهم وانه عمل الحرقة دي عشان يتكلم شوية معيها وكمان يفرجها على البلد وبيطلب منها تبلغ اختها انها تروح على اسم الشرطة وبعدها بيبدأ فرحان انه يحكي لها عن نفسه وطفولته وانه لما كان عنده 12 سنة بيتهم اتحرق وتوفى والده والدته وفضل هو واخوته البنات اللي راحوا عشان يعيشوا مع عمتهم في القرية وتربى على ايد سكان الحي وبيسأل مجدة لو كانت معجبة بيه فبتتوتر وبتقوله انه بيشبه والدها بس بيقدر يسبت لها انه هما الاتنين مختلفين وانه بيحاول يساعد اهل الحي مش اكتر وبتفرح مجدة بكلامه وبتمشي وهي في طريقها لاسم الشرطة لكن لما بتوصل على هناك بيزعق لها تان لانها تأخرت عليهم وبترد انها هتهت في الطريق وما كانش معاها تليفون عشان تتصل عليهم وقتها بتوصل الشنطة وبتطمن برهن على حاجتها وبالليل بيرجع فرحانة على الحي وبيروح على بيت صالح وبيقابل والدته ناجية اللي بتبقى محضران للاكل وبتشكره جدا انه ساعد صالح علشان يدخل الجامعة ويتعلم فبيرد عليها انها زي والدته وبيقدم لها مبلغ عشان تدفع الايجار وتصرف منه وبيتكلم مع صالح وبيقول له انه لازم يهتم بدراسته ويددله مصروف ليه عشان يصرف منه في الجامعة فبيشكره صالح على وقفته جنبه وتعليمه ليه وبيرجع فرحان على دكان المغسلة اللي فاتحه وبنعرف انه عامل مخبأ سري علشان يتجمع مع باقي فريقه اللي بيتفقوا على عملية سرقة جديدة وبنعرف ان الضحية هتكون بنت اسمها اسرق والدها صاحب مصنع احجار وبيدفع رشاوي للناس مقابل انه يهد الاعمدة وكل اللي عليهم انه هما يبدل الفلوس من غير ما حد يحس وده اللي هتعمله جونجا اللي بتقدر انها تتنكر في زي عاملة نظافة وبتقدر تصور اسرق وهي بتفتح دولابها وبتعرف الرقم السري منها وده بمساعدة جنيد وبتاخد الفلوس وبتمشي وتاني يوم بتوصل ايباك على الشركة وبتقابل اسعد وبتقولوا انها هتروح معها على الحي عشان تقدر تثبت نفسها العمها وبالفعل بتروح على الحي وبيأمر اسعد السكان انه هما يخلوا البيت لكن ده طبعا ما بيعجبش سكان الحي وبيستغل الاستيك انشغلهم وبيقدر يسرق محفظة ايباك وكمان بيسرق عربية وبيبلغ فرحان باللي عمل بس لما بيعرف انها محامية بيطلب منه يوقف العربية عند اسم الشورط اما بقى ايباك فبتكون مدائقة جدا بسبب الحركة دي علشان كده بيتصل اسعد علتانه وبيطلب منه يتصرف وانه مش هيدفعلوا فلوسه عشان سكان الحي اسرقوه وبعد اللحظات بيرجع فرحانه وبيحكوله على الكل اللي حصل فبيطلب منهم يشغلوا المزيكة علشان يحتفلو وبيبدأ يغني مع سكان الحي اللي بيبقوا فرحانين به لحد لما بيشوف مجدة وبيروح عشان يتكلم معاه فبتحكيلو انها كذبت عليه وكمان اخذ التليفون من والده وفي اللحظة دي بيوصل تانه مع رجالته اللي بيقطعوا فرحوا سكان الحي وبيسألهم عن العربية اللي تسرقت وبتحصل خناء ما بينهم وبيطلعتان بمسدسه هو ورجالته وبيضربوا نار في الهواء لكن فجأة طلقة بتيجي بالغلط في صدر صالح وبيهربتان مع رجالته وبيتصدم فرحان لما بيلاقي صالح غريقان في دمه وبينقلوه على المستشفى لكن لسوء الحظ انه ما بيقدروش يلحقوه وبيتوفى وبيبقوا كلهم في حالة صدمة من الخبر وبيوصل الخبر لأسعد اللي أول لما بتسمعوا إيباك بتتصدم وبتكونش متوقعة انه يحفل له وكمان ضياء اللي بيتكلم مع ابنه وهو متعصب جدا وبيسألوا عن اللي حصل فبيرد انه ضرب طلقات في الهواء ممكن تكون من مسدسه ام المسدس نظيف فبيضربوا ضياء بالقلم وبيأمروا يوعد في قطه وما يخرجش منها وبيتصل على سينة وبيطلب انه يساعد وانه ابنه كان بيحاول يساعد بنت اخو بس لما بيلاقي سينة مش في دماغه بيهددوا انه ممكن يأترف بكل حاجة عملها العيلته فوقتها بتوصل الشرطة وبتوبد على تان وبيظهر اهل الحي وهم عاوزين ياخدوا حقهم منه لكن فرحان بيوقفهم ويروح له ضياء وبيعزيه وبيقوله انها مجرد رصاصة عيشة وان بيلي هو اللي بدأ الاول فبيسمع كلامه فرحان وبياخدوا السكان وبيمشي وبيظهر فرحان مع بيلي وبايا اصحابه وبيتكلموا عن كلامهم اللي هيقولوا في التحقيق وهو انهما سرقوا عربية المحامية وبسبب كده اتخانق معاهم تاني وطلب من نظيف يقتله وتاني يوم بيتصدم فرحان لما بيعرف ان تاني ونظيف النيابة اخلت سابله وعشان كده بينزله ويتخانق مع نظيف وبيجيبه من بيته وبيضربه في نص الحارة واول لما بيشوفه تان بينزله هو ماسك عصايا في ايده وبيتخانق مع فرحان هو ورجالته واول لما بيرفعه استلاح عليه بتنزل مجدة وهي خايفة جدا على فرحان وبتطلب من والدها محدش يقتله وبيضطر دياء ياخد تاني ويرجع عالبيت وبيزعق لمكدب سابل اللي عملته وده تغخلها في اللي ملهاش فيه اما بقى فرحان فبيبقى متعصب جدا وبيبقى عاوز ياخد حق صالح من نظيف باي شكل بيبقى مستغرب ازاي دياء قادر يحميه ويدفع عنه مع انه مجرد واحد شغال عنده فبيتكلم جنيده بيقوله انه عارف معلومات ان دياء شغال عنده واحد اسمه سينا وعنده بنت خوشة غالة محمية وبيعرفوا انه نفس البنت اللي سرقوا منها العربية وتاني يوم بتوصل ايباك على مكتب اسعد وبتقوله انه كان عنده حق في كلامه وعشان كده هي قررت تتدرب تحت ايده عشان تستفيد من خبرته وبيظهر اهل الحي وهم بيعزدوا في صالح وبيبقى معهم فرحان الاول لما بيشوف مكدة قدامه بيرفض يتكلم معيها وبيدخل على بيت ناجيه علشان يعزيها بس الوقت ده بيوصل الاستيك وبيكون معاه فيديو بالحدثة اللي بيظهر فيها كل اللي حصل وعشان كده بيقرر فرحان ان يدخل وسطهم ويعرف كل حاجة عنهم وبيخططوا ازاي يدخل فرحان مكتب المحامية بعد ما عارف ان ايباك شغال هناك وبيعملوا الفرحان هوية مزورة اللي بتبقى باسمه اورهان وده طالب كان بيدرس قانونة عنده بومن وبتكون دي الحيلة اللي هيدخل المكتب منها وتاني يوم بيوصل فرحان على مكتب بومن علشان يقبله وهناك بيقدر يقنعه انه كان طالب عنده وبيحكي له انه ماسك قضية صالح بس وقع قدامه دليل ضد الضياء وابنه وبيوريره الفيديو اللي بيسبت فيه ايدان التان وبيطلب منه انه يشتغل معاه في المكتب فبيقوله بومن انه هو هيفكر وبيسيب رقبه مع المساعدة بتاعته وبتوصل ابك وبتقابل فرحانه وتتعرف عليه وبالليل بيرجع فرحانه على البيت وبيحكي البلي على اللي حصل وانه مستني يكلموه علشان الشغط اليوم اللي بعده بيظهر فرحان مع اصحابه وكل اهل الحي عشان يحضروا جنازة صالح وبتظهر والدته وهي حزينة ومنهرة على فرق ابنها ليها استفاجأ بيلحظ فرحان ابك هي كمان في الجنازة وبيعرف اصحابه وبيحاول انه يهرب منها بس بتنده عليه وبتوقفه وبتسأله عن سبب وجوده بس فجأة بتندهع زرقه على فرحان باسمه الحقيقي وبتوقف ابك مصدومة من كتبه عليها لكن فرحان بيفكرها انه محامي العيلة وكان لازم يحضر للجنازة وبتقدر جنجة انها تمنع الشك جواها لما بتشكر فرحان على وجوده معاه وبعدها بتتكلم مع ابك وبتقولها انها مش عايزة تشوفها في الحي مرة تعنيه وبعد دقيق بتيجي مكلمة الفرحان من بومن وبيطلب منه يقرب فوقتها بيوصل ضياءه مع تان وكمان اسعد المحامي اللي بتجيله مكلمة من المعمل الجنائي وبنعرف انه الرصاصة خرجت من مسدس تان وان التقرير قدامه يمينه يروح النيابة بتخلص مقابلتهم مع بومن وبيكون فرحان قاعد مستني واول لها بيشوف ضياءه بيحاول بقدر الامكان انه ويخدش باله منه بعدها بيدخل المكتب وبيتقابل مع اسعد وبيورره الفيديو اما بقى ضياء فبيكون قاعد في مكتبه مع ابنه تان وكمان نظيف وبيعرفونه الرصاصة اللي اتضربت كان من مسدس تان وبيعرض عليه مبلغ خمسة مليون مقابل انه يتسجن ثلاثة اربعة سنين ودال ان الرصاصة ما كانتش عن قصد كانت طايشة فبيوافق نظيف انه يتسجن وبياخد الفلوس في المكتب بيظهر بومن وهو قاعد مع سينا وبيفرجوا على الفيديو بيبقى ميداق جدا ان بنت اخد دخلت في الموضوع بعدها بيوصل ضياء وبيقولهم ان المسألة تحلت وانه نظيف وافق يشير القضية مقابل خمسة مليون دولار وانه هياخد نص المبلغ اللي حد ما يسلم نفسه لكن الكلام ده بيعجبش سينا وبيقوله انه مش عاوز اي ديول القضية بعد كده وبيقول ضياء يقتل نظيف بعد دخوله للسجن بشهرين وكمان يرجع الفلوس اللي اخدها فبيحاول ضياء يشرح له انه ابن اخته مستحيل يتكلم لكن سينا بيقوله انه ده قراره وبيسيبه وبيمشي بعدها بيتقابل سينا مع اي بيك ووالدتها نيسلي اللي بتقوله ان اي بيك رحت عالجنازة وطردوها من هناك فبيحاول يفهم ابك ان ما كانش لازم تروح وبتظهر بريهان وهي الانت جدا على ابنها واول لما بتسمع صوت الباب بتروح عشان تفتح لكنها بتلاقي اردال قدامها فبتسأله عن سهب وجوده فبترد مجدا انها عزمته عشان يتغدى معيهم وفي وسط الكلام ما بينهم بيوصل ضياءه مع تانو بيقولها ان الرصاصة كايت من مسدس نظيف وهيسلم نفسه وبيتجمعوا كلهم على السفرة وبتستأزم مجدا من والدها ان اردال يقعد معيها لانها خايفة علم النظيف بيظهر على بريهان انه مش عاجبها وجوده بعدها بيتجمع فرحان مع اصحابه في بيت ناجي عشان يتغدوا معيها اللي بيظهر عليها الحزن وانها مش قادرة تنسى صالح وبيخترح عليها فرحان انه يوزع وجبات للفقرة وكمان يوزع هدوم صالح فبيجيب بيلي يهزر معيها وبيقول لها انه محتاج السماعات عشان يسمع بيها فبتضحك نادية وبيضحكوا كلهم على كلام بس فجأة ناجي بتعيط وبتقول له من الدحك والكلام متحرم عليها وبتدخل قضيتها وبتقفل على نفسها في اليوم اللي بعده بيوصل فرحان على الشركة عشان يستلم شغله وبيبدأ انه يتعرف على كل حاجة فبتطلب ابك منه انه تتكلم معي واول ما بيقعد قدامها بتعرفه انها مش واسقة فيه لانه ببساطة باع موكله ويشتغل في المكتب علشان قدم فيديو مقابل ده فبيرد فرحان عليها وبيقول لها ان هي كمان مشتركة في اللي بيحصل وانه مقابل عربيتها ده عمر شاب بلسه صغير وبيخرج من عندها وبيتقابل مع جنيد وبيلي وبيحكي لهم انه تكلم مع ابك فبيقدم له بنيت فلاشة وبيطلب منه يحطها في لابتوب اسعد عشان يقدر يوصلوا لمكالماته وكمان كل الرسائل اللي بتجيل وده هيتم عن طريق واحدة اسمها جولناز اللي بيدوها روس علشان تنفس خطته وعلشان كده بيدخل فرحان مكتب اسعد وبيتكلم معي بحجة انه هيشرب معه شاي بس فجأة بيسمع اسعد صوت في شركته وبيخرج وبيلاقي جولناز اللي بتفضل تسرخ ان ابنها عاوزة تساعده وبيقدر فرحان وقتها يحط الفلاشة وياخد نسخة من كل البيانات فاول لما بتعرف جولناز ان مهمتها خلصت بتمثل انه اغمى عليه وبالليل بيظهر جنيد مع فرحان وبيحكي له انه دور في كل الملفات ما لقاش حاجة مهمة بخلاف ملف واحد متسجل بحرف السين وبيعرفه انه يخص سينة وانه كلم ضيقه في الوقت اللي تقتل فيه صالح فبيتدايق فرحان جدا وبيحس بخنقة وبيطلع السطوح وفي اليوم اللي بعده بيوزع فرحان واصحابه اكله على الفقرة وبتحب مجدة شريكهم بس اول لما بيشوفها تاني بيزعق لها وبياخدها على البيت فبيحاول فرحان انه يتدخل بس عزراء بتنبيه انه ايباك موجودة وبتروح هي تتكلم معيها وبنعرف انها جاية تعزي فبتروح لها ناجية وجونجة وبتطلب منها تمشي وانه مالوش لاز موجودة فبتقول لهم ايباك انها جاية تعزي وكمان تساعدهم اما بقى مجدة فبترجع على البيت وبيفضل يزعق لها تاني انها مش بتسمع الكلام وكمان رايحة الاعداء وبتوسيهم فبيطلع اردال على صوتهم وبيدفع عن اخته لكن تم بيدربه فبتبعدهم مجدة عن بعض وبتحذروا انه يقرب تاني منه وبتزعق لها برهان وبتقول لها انها من ساعة مجته وهما مش عارفين يحسوا بالراحة فبتاخد مجدة اردال وبتمشي وبيعودوا في مطعم وبتتكلم معاه انه هما لازم يسافروا ويبعدوا عنه ويدوروا على مكان يسكنوا فيه ويشتغلوا بس بتجيلها مكالمة من والدها اللي بيأمرها ترجع على البيت وبتعرف مجدة انها ما تقدرش تمشي وبالليل بتظهر على زراء وهي واقفة في الشارع بس بتتفاجئ بمتاني اللي بيظهر وحالته مريبة وبترقبوا لحد لما بتلاقيه داخل البيت نظيف فبيتخاف جدا وبتتصل على فرحانه وبتحكيله فبيقولها تفضل مرقباه وانه في الطريق وبيدخل ميتاني البيت وهو ماسك مسدس وبيدور على نظيف بس مش بيلقيه ولسوء الحظ بتوصل مجدة واردال على البيت علشان تاخد هدومه واول لما بيفتح الباب بيتفاجئوا بميتان قدامهم وبتصرخ مجدة وبتوصل عزراء على صوتها وبتطمنها نافيش حاجة وبتطلب مجدة من اردال يلمه كل هدومه في شنطته وقتها بيوصل نظيف وبيسأل عن سبب وجودهم فبتعرفوا مجدة ان اخوها هيعيش معاه فبيدخل نظيف قده وبيتطمن على الفلوس وهو بتتصدم مجدة لما بتشوف الفلوس اللي معاه وكمان المسدس وفي اللحظة دي بيحرق متان من قده او اللي بيشوف نظيف قدامه بيرفع علي المسدس وبيبعاوز يقتيله لكن فجأة بيوصل فرحان وبيقدر ينقذه وبياخدوا على بيت ضياء وبيهددوا انه لو شاف قدامه مرة تانية هيقتيله بعدها بتدخل مجدة واردال وبيزعق لهم وكان بيزعق لتان لانه السابف وكل اللي بيحصل وبياخدوا هو نظيف على مكتبه لكن سوق حظهم ان مجدة بتسمع كلامهم وبتعرف ان تان هو اللي قتل صالح ولنظيف شاري التهمة مكانه ووقتها بيطلب ضياء من نظيف انه يسلم نفسه وفيش داعي انه يتأخر كتر من كده بعد كده بياخد فرحان متينة على بيت ناجية وبيعرفها انه كان عايز يقتل نظيف وياخد بتار صالح وبيضرب من ناجية انه يقعد معاه فاول لما بتسمع كلامه بتقرب من متينه وبتحضنه وهي منهرة وبتعايف وبيمشي فرحان بس بيتجيله مكلمة من مجدة وبتقوله انها سمعتم وما بيتكلمه وانتان هو القاتل وبيخد نظيفه علشان يسلمه له الشورط فبيجري فرحان علشان يلحقه اول لما بيوصل على اسم الشورطة بينده على نظيف فبيبصله بس بيكمل في طريقه وبيتقبض عليه وبيتضيق فرحان جدا لحد ما بيتجيله مكلمة من لاستيك وبيقوله فيها ان واقف قدام بيت ايبك فبيزعله فرحانه بيطلب منه يرجع وبيبلغهم انه تان هو اللي قتل وبيقفل المكلمة بس قبل ما يتحركوا بتوصل عربية وبينزل منها طفل صغير اسمه اوزعل وبنعرف انه ابن ايبك وانها مطلقة ومفاصلة عن جوزها وبنرجع لمكدة اللي بتحضر الاكل لولدها بس بتجيله مكلمة من اسعد وبيبلغوا فيها ننظيف اعترف وبتفرح بريهان جدا بالخبر ده وبتحدن تاني وبتبقى مبسوطة ان ابنها يكون جنبها وبيطلب منهم ضياء محدش في تحسير الموضوع ده قدام حد لكن اول لما بيخرج بيلاقي مكدة واردال وقفين قدام الباب فبيتجمعوا كلهم على العشق وبيزعق ضياء لمكدة بسبب انها راحت للجيران رغم العدوة اللي ما بينهم فبتتكلم بريهان ان نظيف اخد سلحتان وهو اللي قتل وبتتأكد مكدة ان هي كمان عارفة الحقيقة ومخبياها وبتطلب من والدها ان اردال يعود معاهم فبيوافق ضياء عشان ما تحصلش مشاكل وفي الوقت ده بيوصل بليم على ستاك وبيبلغوا فرحان ان ايباك عندها تقوم ومفاصلة عن جوزة بيعرف ان فعلا نيتها كويس والنها جت على الحارة لما حست بوجع الام نفس الوقت ما بتعرفش مكدة اتنام وبتلبس هدومها وبتخرج من البيت غير ما حد يشوفها وبتتسل على فرحانه وبتطلب تقبله وهو لما بيتقبله بيحكي لها فرحان انه مش مصدق اللي بيحصل وانه نظيف بها حريته مقابل الفلوس وانه مش هيرتح له بال غير لما يجيب حقه صالح بعدها بيغير الموضوع وبيتمشى مع مكدة فبتقوله انها كانت مترددة انها تبعت لو تتكلم معي فبيسألها فرحان لو كان في مشاعر من ناحيته لي فبتعترف له مكدة انها بتحبه وبيقرب منها فرحانه وبيبصها وبترجع مكدة على البيت وهي مبسوطة بالوقت اللي قضيته معي وتاني يوم بتظهر اي بيك وهي في الشركة وبتحاول تفهم من اسعد علاقة عمها بقضية ضياء ولا ما بتطلعش منه باي معلومة بتمشي وبتتسل على عمها وبتطلب انها تقبله وبيظهر سينا وهو في الفندق مع نسلي وبيظهر ان هم على علاقة ببعض طب يعرفها ان اي بيك في الطريق وبتضطر تمشي قبل ما تشوفها فاول ما بتخرج نسلي بتشوف اي بيك بس الحسن الحزنها مش بتشوف وبيوصل فرحانه على الفندق بعد ما طلب من بيلي ولاستيكي رأبوها وقتها بتقعد اي بيك مع عمها في المطعم وبتسأله عن علاقته بضياء فبيحكي له انه يفيش علاقة ما بينهم انه مجرد واحد بيساعدهم وده بسبب ان فيه زعيم عصابة في الحي اسمه فرحان بيوقف لهم كل شغلهم وبتقتنع اي بيك بكلامه وبترجع على الشركة في وقتها بيكون منتظرها فرحان وبيتكلم معاها وبيقول لها انه ماخدش الفيديو علشان يشتغل في الشركة فبتسأله اي بيك عن السبق فبيحكي لها انه عاشر ناس كتير علشان كده اختارها لانها هتكون قد السق وبيعرفها انه هيحكي لها كل حاجة وبترجع اي بيك على مكتبها وبيدخل عليها اسعد وبيسألها عن اللي عرفته من عمها فبتحكي له انه قال لها نفس الكلام اللي قاله علشان كده صدقته وقتها بتفتكر كلام فرحان ليها وهو بيقول لها ان والدته لما توقفت ربته الخالة ناجية زي ابنها وعلشان كده هو مش بيسيب حقه صالح وانه شاكك انه مكتب المحاماة هو اللي بيساعد ديوقه بيدري على جرايمه فبيقول لها اسعد ان الاحسن ما تقفش قدامه وبيخرج على مكتبه وبيتصل على بومن وبيحكي له انه تكلم مع اي بيك وانها مصممة تعرف كل حاجة فبيرد بامن انه زهق من اللي بتعمله وان الاحسن انها تبعد عنهم خالص وفي الوقت ده بيظهر تان وهو بيخبط على بيت جونجا واول لما بتفتح له بيحاولوا ان يقرب منها وبيقول لها انه منع ان هما يخلوا البيت علشان خاطرها فبتطرده جونجا وبتروح علشان تبلغ جنيد وبتظهر نهالة اللي بتبقى مخبية موبايل في دولاب وبتصل على واحد وبتبلغوا انها ما قدرتش توصل للمخدرات اللي بيتاجر فيها ضياء وبيظهر انها مخبية سر كبير محدش يعرف واول لما بيعرف جنيد النيتان عاكس حبيبته بيتضايق جدا وبيقرر يروح يتخانق معي بس بيوصل فرحان على صوته وبيقدر يهديه وبيحكي لهم عن اللي حصل بينه وبين ايبك وبنعرف انه قالها انه ممكن تقابل ناجية وتتكلم معيها وتعرف الحقيقة منها بس لما بيروح فرحانه واصحابه الناجية بتبقى رفضة الكلام وبيتضايقوا جدا عشان اللي حسن خطتهم تفشل وفي الحفلة بيظهر سينا مع نسلي اللي بيكون واضح عليها انها غيرانة عليه من اللي حواليها وبعدها بتوصل ايبك وهي في كامل اناقتها وكمان اسعد اللي بيشهد بجمالها فبيتكلم مع سينا بخصوص البيت وبيطلب منه ما يتدخلش وانه هيتصرف لكن بومن بيبلغوا ان الامر بتاع الاخلاق هيكون بكر فبيتصل على ضياء وبيبلغوا ان الشرطة هتكون موجودة ومحدش يقدر يمنع قرار الاخلاق فبتسمع مجدى كلامه وبتبعت رسالة لفرحان وبيتبلغوا اللي بيبقى في بيت ناجية وبيطلب منها تروح معها على بيته وهناك بيقعدها فوق السطوح واول لما بتبص للسامة بتفضل تعيط فبيحكي لها فرحان انه شاف صالح في الحلم وخليه يشوف والدته انه كمبسوط في المكان اللي وبيطلب منها ما تكونش متضايقة وكمان تساعده عشان تقابل ايبكه وتجيب حق صالح وبعد دقيق بينده دياء على ارداله وبياخده وبيعوده في مطعم بس ما كده بتبقى خايفة عليه فبتتصل على فرحان وبتقوله انها خايفة على خوه وبيظر ارداله هو قاعد يشرب مع والده اللي بيصدمه لما بيقوله انه لو عاوز يكون راجل من رجالته ويعتمد عليه لازم يقتل فرحان ولو حصل هيخليه درعو اليمين وان اللي هيشفعله انه سنه اقل من 18 سنة فمش هيتسجن غير 3 شهور بالكتير لكن الصدمة ان اردال بيوافق عشان بس يكسر قطوالده وتاني يوم بيصحى فرحان من نوم وبيلاقي ناجية محضرانه في طار وكمان رجع تتكلم زي الاول وبيفرح فرحان بالخطوة دي وبيعرفها انها لما تقابل ايبك تندهله باسم ارهان وبيتجمع هو واصحابه على طار وبيلاحظ ان في نظرات اعجاب بين بيلي ونهال وبيقول لهم ان الشرطة هتكون موجودة وقت الاخلاق والاحسن محدش يتدخل وانه هيتسرق وبعد دقيق بيوصل اردال اللي اول لما بيشوفه تان بيتدائي جدا وخصوصا انه شايف ان والده فضله عليه فبيطلب منه ديقه ما يخرجش من البيت وبتحاول مجدى تفهم اللي بيحصل وبتبلغ والدها يبعد اخوها عن شغله بس بيرفض يسمع منها وبياخد اردال وبيمشي وبتطلع على وضيتها وبتحاول تتسل على فرحان اللي بيظهر هو في عربيته مع ايبك وبيكونوا في طريقهم لبيت ناجية واول لما بيوصلوا عندها بيظهر على ايبك انها متوترة بس بيطامنها وبيقولها انه فيش حد غيرهم هما التلاتة وبتدخل ايبك وبتتكلم مع ناجية وبتقولها انها كيت حبة تساعدها فبيتعايت ناجية وبتقولها ان قلبها بيتقطع من وقت ما ابنها ميت لكن بتدخل في الموضوع وبتحكي لها ان يوم الحادثة كانوا عابنين حفلة في الشارع علشان يبنها وقتها وصلت عن ابن ضياء اللي بيبقى رفض ان شاب يتعلموا علشان يبضلوا محتاجين ليه وقتلوا قدام عينيه وما ادريتش يتحميه وبتكمل كلامها والدموع في عينيها وبتطلب من ايبك تساعد فرحان علشان يجيب لها حق ابنها فبتخرج ايبك وهي منهارة وبتمسك ايد فرحان وبتشكره انه ساعده تشوف الحقيقة بس لسوء الحظ انه مجده بتشوفهم فبتحاول تتصل عليه بس بيتجاهل مكالمة وفي اللحظة دي بتيجي الابك مكالمة من الحضانة وبتبلغها ان اوزال ايده تقسرت وده بسبب انه وقع عليها فبيرح فرحان معها على الحضانة وبتاخده وبتودير الدكتور وهناك بيحاول يبين اوزال ان ايده مش بتوجعه وبيضحك فرحان على تصرفاته ولما بيقعد معاه بيسأله فبيقول له اوزال انها بتوجعه بس الراجل يتحمي الوجع وان والده اللي علمه كده وقتها بتيجي مكالمة من جينيد وبيعرفوا فيها ان الضياء وصل علشان امر الاخلاق وبعد كده بيوصل فرحان بيوصل ايبك على بيتها بس اوزال بيرفض يمشي وبيضطر انه يدخل معاه وبتلاحظ ايبك ان ابنها حب فرحان بعد ما كان انت واقي وبيرفض يتكلم مع حد ومش بس كده ده بياخدوا على اوته عشان يفرجوا على لعبه وهناك بيعرف فرحان ان في طفل معاه في المدرسة هو اللي وقعه على الارد انو خايف يحكي الوالدته لاتبلغ والده ويزعل منه بعدها بيوصل اسعد وكمان الشرطة وبيبقى ضياء واقف مع رجالته وبيخلو البيت فبيبلغ فرحان ايبك انه لازم يرجع على الحي وبيعرفها باللي بيحصل هناك بتقوله انها تتصرف وبتتصل على عمها وبتطلب منه يديهم مهلة شوية لحد بيلقوا ما كان يسكنوا فيه فبيضطر سينا انه يوافق وبيتصل على اسعد وبياموره يمشي ويسيب كل حاجة وبيفرحوا كلهم بالخطوة دي لكن اسعد بيفضل يزعق لضياء انو منفسش كلامه هو لا قدر يحمي من سكان الحي وبيتعصب ضياء على رجالته وبيدرب وبيرجع اسعد على المكتب وهو مش طيق نفسه وبيلاقي بومن بيتكلم مع سينا وبيقول له ان كل تركيزهم كان في الحي محدش قدر ياخد باله من ايباك هتتدخل فبيقول له سينا انها يروح يتكلم معيها وهو يتكلم مع ضياء وما بيقفل المكالمة بتسأله نسلي عن اللي بيحصل فبيحكي لها ان والد فرحان كان بيشتغل عندهم زمان سواء وبيبقى شاك ان فرحان عارف الحقيقة عشان كده بيوقف لهم كل شغلهم فاول ما بيوصل سينا على مع نسلي على بيت ايبك بيتفاجئ بفرحان هناك وبتقدمه ايبك وبتقول لهم ان محمي بيشتغل معاها واسمه ارهان بس السينا بيبقى شاكك انه شافه قبل كده بعدها ما بيمشي بيسأل ايبك لو كانت معجبة بيه بس بترد انه كان بيساعدها مش اكتر وان هي اللي طلبت منه ياخدها على الحي فبيطلب منها سينا ما تدخلش في شغله مرتاني وقتها بيتسل فرحان على مجدة عشان يطمن عليها وبتحكي له ان علاقتها باخوها متوترة جدا نحس انه بيبعد عنه فبيقولها فرحان انه هيقبله وهيتكلم معي وبيطلب منها يتقاب بتلبس مجدة هدمها وبتقول لمرت ابوها انها هتروح مركز التجميل عشان تعمل شعرة وبيتعصى بتانع عليها بس برهان بتسمح لها تروح وبتطلب منها تتأخرش بس بعدها بتيجي التم وكلمة من والده وبيطلب منه يرقب فرحان بعد دقايق بتتقابل مجدة مع فرحان وبتسأله عن ايبك وبيظهر انها بتغير عليه فبيضحك فرحان على غيرتها وبيقولها انها واحدة بيساعدها في شغلها وانه بيحبها وعمره ما هيبص في الواحدة غير لما بيرجع فرحان على البيت بيبقى تان مستنيه وبيبلغ والده انه رجع وبيبعد ديق رسالة الاردال وبيطلب منه ينفذ الخط في اللحظة دي بيتجمع فرحان مع اصحابه في المقر السري وبيقولهم انه شاكك ان نسلوا علاقتها مع سينة ان هما لازم يرقبوهم ويعرفوا كل حاجة بتحصل وبتقطع كلامهم وكلمة من ايبك وبتبلغ فرحان انها قدرت تقنع عمها يلغي موضوع الاخلاق لمدة اسبوعين وانهما لازم يتصرف فبيخرج فرحان مع بيلي وبيكون في طريقهم للبيت ولسوق الحظ بيظهر اردال اللي بيحاول هيئة الفرحان بسه بيقدرش وبيرجع على شاكته وبيفضل يعي بيتجيله مكالمة من فرحان وبيتوتر من مكالمته لكن اول ما بيرد عليه بيعرف انه فرحان عاوز يقابله وبيتفق انه في الملعب وتاني يوم بيتكلم اردال مع والده وبيبلغوا انه هيقابل فرحان كمان عشر دقيق في الملعب واول لما بيمشي بيطلب ضيوء من تاني ياخد مسدس وبيتصدم تاني لما بيعرف ان اخوه هيئة الفرحان وانه شايف ان مش قد المسئولية دي وممكن يغرقهم بيظهر كل واحد من فريق فرحان وهو في شغل وبيبلغهم فرحان انه هيقابل اردال ووقتها بتقدر جونجا وكمان نهال انه هما يصوروا سينا ونسلي هما في الفندق مع بعض وبنرجع لفرحان اللي بيتقابل مع اردال وبيقوله انه شايف حالته مش مظبوطة وان الاحسن ليه بيقدر عن شغل والده وانه اخته اللي انا عليه فاول لما بيسمع اردال سليت اخته بيتوتر جدا وبيفضل يفتكر كلام والده ليه لحد لما بيرفع مسدسه في وش فرحان وبيطلب منه فرحان ينزل المسدس فاجأة بتيجي الرصاصة في بطنه وبيوع على الارض وبيجري اردال قبل ما حد يشوفه وبيظهر ضياء وتنه وهم بيرقبوه من بعيده وبيمشوا بسرعة وبيكتشف الحدسة طفل صغير وبينده على باقي السكان فبيتصلوا على الاسعاب وبيمسك واحد منهم تليفون فرحان وبيكلم ايبك لانها اخر رقم على تليفونه وبيبلغها انه تضرب بالرصاص وتنعل على المستشفى وبتخرج ايبك بسرعة وبتركب عربيتها وبيمشي وراها لاستيك اللي اول لما بيوصل على المستشفى بيتصدم لما بيعرف ان فرحان اتضرب بالرصاص وبيتصل على اصحابه وبيبلغهم وفي قوضة العمليات بيظهر فرحانه هو حالته صحبة جدا كلي الدكاتلة بتيقدر تخرج الرصاصة من بطنه وبيفضل يفتكر كل ذكرياته مع مجد وبيظهر اصحابه وهم مش مصدقين اللي حصله وانه ازاي اردالي يفتكر انه يقدر يقتله بعد دقيق بيوصل بيلي وباقي اصحابه ولما بيلاقي ايبك موجودة بيقرر انه يتصرف وبيقدم نفسه على اساس انه ابن عم فرحان وبياخد منها كل متعلقاته وبتفضل ايبك معاه لحد لما بيخرج فرحان من قضة العمليات وبيتطمنه عليه وبتاخد ايبك رقمه عشان لما تحب تتطمن على فرحان وبيدخل بيلي وبيتطمن عليه وبيعرف منه انه اردالي اللي عمل كده وبيخرج بيلي علشان يتطمن ويطمن باقي اصحابه وبتظهر مجده وهي واقفة في شباك قدتها واول اللي بتلاقي والدها خرج بتروح تتكلم مع اردالي وبتسأله عن اللي حصل وبتتصدم لما بتعرف انه حاول يقتل فرحان وبتعرفه انه هو اللي طلبت منه ويتكلم معاه وبيزعق لها انه عمل كده علشان يكسب ثقة والده ويكون درعه اليمين فبتضربه مجده بالقلم وبتكونش مسدقة اللي عمله وبتجري على بيت جونجة علشان تتطمن على فرحان بس مش بتلاقي حده قابل مع زراء واللي بتقول لها انها هتكلم لها فرحان باول لما تتصل بتلاقي جونجة اللي بترد عليها وبتعرفها انها معاه وبتطلب منها مجده رقم بعد دقيقة بتتصل مجده على جونجة وبتطلب انها تتكلم مع فرحان واول لما بتسمع صوته بتقوله انها كانت خايفة جدا عليه وان اردال عمل كده بطلب من والدها وانها مش هترتاح غير لما توقفه عند حد ويتطر انه يقفل المكالمة وبيقعد مع بيلي وبيقوله انه اول حاجة جات قدام عينيه وانه صديقه المقر وبيعيط بيلي من كلامه وبيقوله انه هم هيفضلوا دايما اصحاب تاني يوم الصبح بيظهر ضياء وهو مع رجالته وبينقلوا مخدرات مع شحاتين وبيعرف تاني ان فرحان لسه عايش وانه بياخد باله كويس لا يتكشل وفي الشركة بتحاول ياسمين المساعدة تتصل على فرحان بس لا بتعرفش توصله فبتدخل مكتب ايبك وبتسألها عنه فبتقولها انها ما تعرفش حاجة عنه وبتتصل ياسمين على فرحان وبيضطر ان يقولها انه كمان يومين هيوصل للشركة عشان محدش يشك فيه وفي اسم الشرطة بتدخل نهاله وبنعرف انها شغالة مرشدة في الشرطة وبتبلغهم ان اسعد هيعرف ضيقه على شخصية اجنبية وفي المستشفى بتظهر عزرق مع فرحان وهي بتتمشى معه في الجنينة بس اول لما بيشوف ايبك بيطلب منها تختفي فبتتفاجئ ايبك لما بتشوفه وتبقى خايفة عليه فبيقولها انه زهق من الاعدة في القوضة وانه كلها يومين ويرجع على شغله فبتمسكه من ايده عشان ترجعه على قد وبيقع عليها وبيضحكه هما الاتنين لسوق الحظ ان مجدى بتبقى وقفة وشايفة كل حاجة فبتحس ايبك بالاحراجه وتمشي وبيتكلم فرحانه بيقولها ان ايبك مش صديقة وانها صديقة ارهان وقبل ما يكمل كلامه بيوصل تانو وبيتخانق معاه لكن الشرطة بتوصل وبيضطر فرحان انه يكذب وبينكر انها تبع اللي حصله وبتوصل نهال وجونجا مجدى لحد البيت وبتقابل ضياءه بتقوله انه فرحان دمح اردل على اللي عمله بس مش هيسيب حقه معاه واول لما بيمشوا بيضرب مجدى بالقلم وبيحبسها في قضيتها وكمان بياخد تليفون اما فرحان فبيوصل على البيت واستهتمام كل الموجودين وبيقول له بيلي انه لازم يشتري بيت جديد علشان لما تزوله اباك وبالليل بيطلع فرحانه على السطح مع بيلي وبيشوف مجدى وبتعرفوا ان والدها اخد منها تليفونها من تاني وتاني يوم بيظهر اوزاله وبيفطر مع والدته وبيسألها عن فرحان وبيطلب منها تكلموا باول لما بتكلموا بيقول لها انه ساب المستشفى ورجع على بيته قريب جدا هيرجع على شوق وبيقدر جنيد وجونجا ان هما يأجروا شقة الفرحان عشان يسكن فيها وبالليل بيتجمعوا كلهم مع فرحان ووقتها بتجيلوا رسالة انه هيتعرف يوم من اتنين على سينة وبيقول لهم انه مش هيقدر اتنال من البيت ده للبيت التاني واي حد منهم يعمل نسخة على المفتاح ويعيش فيها وبيخرجوا كلهم على السطوح وبيشغلوا اغاني وبيغنوا كلهم معاهم وبيسمعهم كل اهال حي وبتظهر مجدى وهي فرحان وبرجوه على بيته من تاني وفي اليوم اللي بعده بيوصل فرحان على شغل وبيقابلوا اسعد وكمان ايباك واللي بتلاحظ ان ياسمين بترقبهم فبيمشي اسعد وهم استعجل عشان يلحق يسجل العقود مع الساقح الاجنبي وضياء وبتمشي وراني هلوبلي لحد ما بيوصلوا على الشهر العقار وبتبعت الشرطة موقعهم عشان يقبضوا عليهم اما تنفى بياخد شنطة الفلوس وبيمشي وبيروح وراء الاستيك واول لما بيخرج ضياء والساقح بيتقبض عليه وفي الطريق بيقدر فريق فرحان انه يسرق شنطة الفلوس ويهرب بيها لكن لسوق الحظ ان اردال بيشوفهم وبيبلغ تعني وبياخد رجالته وبيروح على المخسلة وبيكسروا المكان وبيطلع كل فريق فرحان وبيتخنقوا معاهم بس لسوق الحظ انه كلهم بيتصابوا وبيدخلوا المستشف وفي الشركة بتبعت اباك رسالة الفرحان وبيتقول له يخرج بعدها بربع ساعة علشان يقابل عماها في الفندوق واول لما بتوصل اباك على هناك بتتفاجئ بوالدتها خرجة من اوته وبتكتشف انها على علاقة معي فبتستخبع عشان ما تشوفهاش وبتنزل وهي منهرة وبتعايت لكن بتلاقي فرحان قدامها وبيحاول ليه فهم سابل حالة اللي هي فيها لكن قبل ما تحكيله بتنده عليه مجدب اسمه الحقيقي فبتفتكر كلام عماها ليها لما قالها ان فيه رئيس عصابة اسمه فرحان وكمان بتفتكر وقت ما شفيته في الجنازة وبرده اتنده عليه بنفس الاسم وبتعرف انه خدعها طول الوقت ده فبيحاول فرحان انه يفهمها اللي بيحصل وبيقول لها انه عماها مشترك مع ضياء علشان يدخلوا المخدرات للحي لكن اباك بترفض اسمع له وبتمشي فبيضطر انها يلحق مجدب وبيفهمها انه كل اللي بيعملوا ده عشان قضية صالح لكن بتجيلوا مكالمة من عزراء وبتعرفوا انه كل فريق اتنقل على المستشفى فبياخد مجدب وبيروحوا على هناك وفي الطريق بيحكي لها فرحان انه دخل مكتب المحمد بهاوية مزورة علشان يقدر يجيب حق صالح وبتعتذر له انها بوزة كل اللي بيخطط ليه وبيعرف منها انها كانت بيترقبه وبيوصلوا على المستشفى وبيطمنوا على كل اصحابه لكن جريد بتكون حالته صعبة فبتعاية جونجا اول لما بتشوفه وبتعرفوا انه ممكن ما يقدرش يمشي مونتاني اما ايبك فبتمشي منهارة ومش بصدق اللي شافته لكن بتجيلها مكالمة من عمها اللي بيعتذر لها انه مش هيقدر يقابل وبتكذب عليه وبتقوله ان هكيدش لسه وصلت على الفندو وبتاخد بعضها وبتروح على بيت والدتها او اللي بتشوفها بتعرفها بخيانتها وانها شافتها وهي مع عمها وبتحاول نسلة تشرح لها لكن ايبك بترفض تسمع وبتسيبها وبتمشي وبتظهر بريهان وهيالان جدا على ضياء وكمان تان اللي تخانق ومتصوش لكن وقتها بتيجي مكالمة تانو بيعرف ان والده تقابض عليه وبتروح بريهان على الاسم علشان تلحق جوزها وبيروح فرحان على مكتب ضياء وبيقتل كل رجالته وبيلاقي تانو بيفضلوا يضربوا في بعضه بالرصاص لحد ما بيقدر يمسكوا بيقعدوا على الارض بيحط المسدس على دماغه بس وقتها بتوصل مكدة وبتحمي اخوها وبتطلب من فرحان يبيد عنه لكن بتوصل الشرطة وبتعبض على تانو وكمان اردل وبيظهر ان هل هي اللي بلغته اول ما بيخرج ضياءه من التحقيق بيعرف ان فريق فرحان سرق الفلوس وكمان يتخنقه مع ابنه تان وبيتعصب ضياءه وبيتخنق معاها وقبل ما يخلص كلامه وبيدخل تانو وهو مقبض عليه واللحظة دي بتتسلق بك على فرحان بعد ما رجع على بيته وبتطلب منه انها تتكلم معاه بس كفرحات مش ارهان فبيبعت لها عنوانه وبيعودوا يشربوا مع بعضه وبتسألوا عن حكايته فبيقول لها ان ناجي هي امه التانية اللي ربطه انه كان بيعتبر صالح زي اخو بالزبط بس بيطع كلامهم مجدر اللي بتتسأل عليه وبتتدق جدا لما بتعرف ان اي بيك موجودة معاه فبيقول لها ان هما بيتكلموا في الشغل واول لما يخلص هيكلمها وبيكمل كلامه بانه من ساعة ما تولده هو عارف ان الحي بتاعه بيخرج منه مخدرات وان عمها شغال مع ضياء في التجارة بتاعت المخدرات فمش بتصدق اي بيك كلامه وبيضطر يقول لها انه عارف ان عمها على علاقة بوالدتها بعد كلام طويل وبرده ومقتنعتش اي بيك بكلامه بتطلب انها تمشي لكن فرحان بيرفض انها تمشي بحالتها دي وبيطلب منها تقعد على الكنبة لحد لما يعمل لها قهوة لكن اي بيك من كتر التفكير بتنام تاني يوم بتسحق اي بيك من نمها وبتطلع تتفرج على البيت لكن لسوق الحظ ان مجدى بتشوف وبتعرف انها كتنايمة عند فرحان فبتتضايق جدا وبعدها بتجهز اي بيك نفسها وبتمشي وبتسيب ورقة شكر الفرحان على استضافته لها وبيوصل فرحان على مكتبه وبيسمع اي بيك مكلمة لأسعد مع عمها بس ما بيكونش واضح منها اي معلومات فبتقترح علي انه يرأي بعمها ويعرف منه كل تحركاته فبيطلب منها تساعده في الموضوع ده بعدها بيقعد على مكتبه وبيتصل على مجدى بس بترفو تتكلم معاه وبتقفق الخط بعد دقيق بتظهر اي بيك مع فرحان وهي واقفة قدام بتعمها وبيديها ميكروفون عشان تحطه له ويعرف منه كل حاجة بيقولها وبتدخل اي بيك وبتقابل سينة وبيعتزل لها عن خياء والعلاقة بولدتها وبيقول لها انها بدأت لما كانوا في امريكا بعد ما والدها توفق وبتطلب منه اي بيك حاجة تشربها وبتقدر انها تحط المايك وبتمشي وبيوصل فرحان مع اي بيك على المقر السري وبيعرف اصحابه عليها لكن وقتها بيتصل دياء على سينة وبيسمعه المكالمة وبيظهر فيها ان دياء بيهدده انه لو ما اقفش جنبه وهيبلغ اي بيك بكل حاجة خصوصا اللي عمله في والدها زمان وبتقرر اي بيك انها تقابل دياء وتتكلم معاه بس فجأة بيتصل سينة على واحد من رجال الدياء اسمه كنان وبيطلب منه يقتله فاول ما بيوصل دياء الفندق وبيطلب من كنان يأمن المكان لكن بتجيله مكالمة واول لما بيخرج بيلاقي كنان رافع علي المسدس وعايز يقتله لكن دياء بيقتله وبنعرف ان فرحان هو اللي اتصل بيبلغ وبعد دقايق بيوصل فرحانه اي بيك على فندق دياء وبيسمعه ان سينة اتخلى عنه وبيعه وبتسأله اي بيك عن السري اللي كان عاوز يحكي ليها فبيقول لها ان عمها طلب ان هما يقتلوا والدها وانه عارف مين اللي قتله وبتتصدم ابك من اللي بتسمعه ما بتكونش مصدقة ان عمها يقتل والدها وطول السنين دي كان بيحاول يباين انه بيحبها تبقى خايفة لو والدتها تبقى عارفة ومع ذلك كملت معاه وخوفها بيزيد لا ترجع البيت وبيروحولها على هناك وبيطلب منها فرحان انها تقعد بيته وهي وابنها وبيرجع دياء على البيت وهو خايف جدا وبيدخل مكتبه وبيلمه كل فلوسه وبيطلب من مجدى وبرهان ياخده كل حاجة غالية علشان يروحوا على المزرعة يعوده وبتتسل مجدى على فرحان علشان تبلغه بس بتدقى لما بتعرف ان اي بيك قعدت معاه هي وابنها وبتقفل الخط وكمان الشباك وبترفو التكلمه وبعد دقايق بيعود فرحان يتكلم مع اي بيك بخصوص موت والدها وبتحكي له انه لما عمل حدثة كان في برصة وكان شغله هناك بيستغل فرحان وبيقول لها انه في الوقت اللي كان بيسافر فيه ضيق على المدينة دي لكن ما بيكونش متأكد من معلوماته فبتاعت زر لو اي بيك انها سببت له مشاكل وانها بتفكر تسيب البلد وترجع من تاني على امريكا بس بتبقى خايفة على ابنها وفي وسط الكلام ما بينهم بتشدها صورة فرحان وهو صغير اللي بيبقى متصورها مع والده ووالدته او اللي بتشوف الصورة بتقوله انها شافته قبل كده وبتوريله الصورة اللي كانت متصورها وهي صغيرة وبيظهر فرحان في الصورة وبيرجع فرحان بذاكرته وبيفتكر لما كان صغير والده شغال سواق عند والدها وتعرفوا هما الاتنين على بعض وبيفوق فرحان من ذكرياته وبيقول لها ان في سر محدش يعرفه غير ضيق ولازم يعرفوه فبيقول لها انه عنده فكرة ولازم تتنفذ وتاني يوم بتوصل الشورت على بيت ضيق وبيسلمه تانو اردال وبيعرفوا الشورت انه لو ما اعترفش على سينا هيقضي كل حياته في السجن فبيلبس ضيق هدومه وبيخرجه وبتتكلم ماجدة مع ارداله وبتطلب منه يرفض يروح على المزرعة مع والدها بتروح تبلغ مرات ابوها بقرارها بعدها بتنزل تقابل فرحان وبتقوله ان علاقته ما ينفعش تستمر وانها هتسيب البلد وهترجع على برصة مع اخوها فبيحكي لها فرحان انها فهمت علاقته بايباك غلط وانه بيساعدها مش اكتر وان عمره ما ينسى اول يوم وصلت الحي فيه وقع بها من اول نظرة وبيقدم لها ختم والدته وبيطلب منها تتجاوز فبتقرب منه ماجدة وبيتبوسه وبتقوله ان ده احلى خبر سمعته في حياتها وبياخدها وبيعادها في المقر الرئيسي وبيقول لها انه هيتقابل مع والدها ويفتحه في موضوع جوازهم وبعد اللحظات بيتقابل فرحان مع ضياء بحجة انه هيرجع له فلوسه اللي اخدها منه لكن بيسأله والده عن الراجل اللي كان شغال عنده بحكم انه كان صديقه المقرر ولها بيرفض ضياء يقوله وبيطلع فرحان بمسدسه وبياخده معها اما اي بيكفى بتتسل على عمها وبتطلب منه يتقابله في بيتهم القديم واول لما بيتقابله بتحكيله انها قابل الضياء وحكيلها انه هو اللي قتل والدها فبيقول لها سينة انه بيجدب عليها وما تصدقش الكلام بس بتفتح الباب وبتصدم سينة لما بيشوف قدامه فرحان وضياء اللي بيكتفهم هما الاتنين وبيسألهم عن الحقيقة اللي مخبينها فبيرفض ضياء يتكلم وبيضربه فرحان بالرصاص فريق فبيخاف سينة وبيحكيلهم ان ضياء قتل والدها ولما شاف والد فرحان حرق بيته علشان ما ينفعش انه هو يبلغ عنه وهو انه لما عارف سكته عشان كده كان بيهدده ضياء فبيحاول ضياء يدفع عن نفسه بس فرحان بيقتله وبيقتل سينة وبتنهار ايبيك من كل اللي بيحصل وبتوصل الشرطة وبيلقوا الجستتين وبتتأيد القضية ده مجهول عشان ما فيش بصمات توضح من القاتل وبعد خمس شهور بتظهر ايبيك في المحكمة وهي بتترفع عن قضية صالح وبيتثبت فيها ان نيتان هو القاتل الحقيقي وبيتحكم على تنب السجن لمدة اربع سنين وتمان شهور وده لانه قتل خطأ اما نظيفة بيتحكم عليه ست شهور لانه ضلل المحكمة ولكن عشان هو قضها في السجن فالنيابة بتطلق صلاح وبتشكر ناجيا ايبيك لانها جابت لها حق ابنها وبعد ايام بيتجاوز فرحان من مجدى وبيبقى الفرح فوق السطوح وبيحتفل كل اصحاب وبجوازهم وبيتجاوز بلي من نهال وكمان جنيد من جونجا وبتكون حامل منه وبيبقوا كلهم فرحانين بوجودهم مع بعض وبتخلص الحجة الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجلته امل عقيل ومنتجه عمر حجاج وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم